Hello, my dear students. I'm Miss Nadia. I'm a teacher of English. Today we will have a new lesson. عزاء التلاميذ. اليوم رح ناخذ درس جديد عن طريقة كتابة الكلمات. طبعاً هذا يعتبر الجزء الثاني للجزء الأول اللي تعلمنا به كيف نكتب الحروف وكلهم حسب مكانه الصحيح. هنا اليوم رح ناخذ كيف نكتب الكلمات وكلهم أيضاً بالنسبة للحروف حسب مكانه الصحيح. طبعاً مثلاً عندي هناك كلمة إراك. اسم الدولة دائماً أول مدينة يكتب بكابة اللتر. بدايته كابة اللتر. مثلاً ستشوفون حرف الآي هو صاعد. الكابتل فيكتب على ثلاثة أسطر إهل أعلى. أما الحروف الباقية فهي وسطية. الأر الأي وسطي بالسطرين المنتصف. أما الكيو فهو حرف نازل على ثلاثة أسطر إلى الأسفل. وطبعاً ما تنسون أنه كل المدن وكل الدول تكتب بحرف كبير. بدايته حرف كبير. أخذ شيء آخر كيف نكتب مثلاً جملة كاملة. بمثلاً هنا حرف الآي. آي اللي يشير يعني الضمير هنا أنا. بمعنى أنا وليس حرف أنا. طبعاً هذا الضمير أينما يكتب يكون كابتل لتر. آي لايك. تشوفون الحروف الصاعدة على ثلاثة أسطر. الحرف الوسطي الآي لصموم. الحرف الصاعد الآخر على ثلاثة أسطر. الإي أصمور يكتب أيضاً في المنتصف. فكل حرف ما أخذ مكانه تشوفون. يعني ما ممكن أنه أكبر الآي وأكبر الآي وأصاعده. لا. كل حرف حسب مكانه الصحيح. كلمة إنجليش طبعاً دائماً تكتب بكابتل لتر في البداية. أينما تكون في الجملة. تشوفون الحرف الكبير بأخذ ثلاثة أسطر إلى أعلى. الأن وسطي. الجي نازل. حسب مكانه. الال. سمول يكون صاعد. عي سمول وسطي. الاس وسطي. الاتش سمول أيضاً صاعد. كلمة لسن. الال. السمول هو صاعد. الـي وسطي. اس وسطي. الثانية. الـو وسطي. والأن وسطي. فكل حرف ما أخذ مكانه. الصحيح. أوكي. الشيء الآخر. مثلاً أكتب الأيام. سوري. الأيام تكتب بدايتها دائماً تكون كابتل لتر. أينما تكون في الجملة. سواء كانت في البداية أو في المنتصف أو في النهاية. دائماً. يعني اسم اليوم يكتب في بدايته حرف كبير. أس كابتل ثلاثة أصدر. والباقي مثلاً عندي اليو وسطي. الـن وسطي. الـدي السمول صاعد. الـأي وسطي. الـواي سمول نازل. أيضاً بالنسبة لكتابة كلمات الأشهر. طبعاً هذه تنطبق بالنسبة لكل كلمات الأيام هي تكتب فيك بالبداية حرف كبير. كابتل لتر أيضاً بالنسبة للأشهر. مثل عندنا هسنا في شهر فبيري. أيضاً يكتب في بداية الكلمة كابتل لتر. لكن الحروف الصغيرة مثلاً الـي وسطي. الـبي صاعد حتى لو كان صغير. يعني سمول. الـار وسطي. الـي وسطي. الـأي وسطي. الـار الأخرى وسطي. والـواي نازل. نأخذ كلمة أخرى أيضاً حرفة جيب سمول. رح يكون نازل. وتشوفون الـي يأخذ مكانه وسطي. الـسي وسطي. الـي وسطي. لو نأخذ تعبير آخر مثلاً كلمة إذا كنت أبدي بداية جملة جديدة أو بداية مقطع جديد فأكيد رح أبدي بكابتل لتر. كابتل لتر رح يصعد الـم إلى ثلاثة أسطر. الـواي حرف نازل. ماي. نرجع إلى كلمة نيم. أن وسطي. الـأي وسطي. الـم وسطي. والـي وسطي. تشوفون تأخذ نسق جميل. يعني مو حرف صغير يكون يصعد. الـن هو حرف صغير وأصعده. أو الـأي حرف صغير وأصعده. رح يعني تكون الكتابة غير صحيحة. نأخذ كلمة أخرى مثل كلمة سكول. تبدي بحرف الـS. حرف وسطي. S small. C small وسطي. H small. صعد. دبل أو small في المنتصف وسطي. L small. أيضاً صعد. كلمة كلاس. شوفوها شون تكتب. C وسطي. L small. صعد. أي small وسطية. ودبل أوس. small. في المنتصف وسطية. يعني هنا بهذا الدرس حولت أنه أجمع كل الحروف بكلمات. كل حسب موقعة. أرجو أنه تستفادون من هذه المعلومات البسيطة. Thank you and goodbye.